سيد الزهيم صديقي العزيزي أهلاً وسهلاً بيك تجيب عن هذا السؤال الذي يعني يمكن أن يكون مؤرقاً للبعض وربما ليه أنا بس فأبا فاهم أنه ده ويسواس قهري أنه في بزاقة سادت في حياتنا أنا أفكر حضرتك بمقال كنت بعدت الحلقة واتنشر في جارية التحية على صفحتين سنة 2012 اسمه مراحيد الفضاء الإلكتروني صحيح أفضرت خدايته عن كلمة مراحيد على استخدامه والله طلعت مراحيد دلوقتي وسط البزاقة دي ده كلمة رقية جديلة وكان فعلاً كان بادئ يظهر أنه يعني بقى انتشار وباقي للكلمات البذيئة ويمكن كان وقتها أنه الناس دخلة جديد بقى على السوشيال ميديا والفيسبوك على وجه التحديد وقتها والناس فرحانة بالأجواء بتاعة اللا إسمية والحرية أنه هو متخفي فبيقول له هو عايزه والناس بترد على بعضها فده أيقظ حاجة كانت موجودة لو تفتكر حدارك زمان في دور العبادة كانوا ناس يدخلوا في الحمامات ويكتبوا حاجات كده ما كانتش تبقى مناسبة يعني والجامعات والمدارس والشبه والجامعات والمدارس والحاجات دي كان يكتبوا كلام وصور وحاجات قبيحة وحاجات بالشكل ده فيبدو أنه ده اتنقل بس على النطق واسع بقى على السوشيال ميديا عشان كده مراحيد بالضبط كده الفرصة أكبر وهنا بقى من الناحية النفسية في غريستين قويين جدا في النفس البشرية غريست الجنس وغريست العدوان والبذاءة واخدة من الاتنين دول وعشان كده حتى تلاقي أكتر الكلمات البذيئة إما أنها لها علاقة بالأعضاء الجنسية أو بالأفعال الجنسية أو بالمرأة أو بالعنف أنه فيها جزء فيه الرغبة في الإيزاء الرغبة في الإغتيال الرغبة في التحقير الرغبة في التحطيم فالمسج ما بين الاتنين دول وده نفس الألية اللي بتبقى في الاغتصاب وفي تحرش كأنه فيه صلة ويعني ده كأنه فيه تحرش لفزي واخد برضه من نفس المنبعين غريزة الجنس وغريزة العدوان فهو نوع من العدوان وحتى التعريف بتاعة البذائة التعريف البذائة أني قولك إيه؟ قولك أنه التعبير عن معنى قبيح بلفظ صريح أو أنه تجاوز الحد في الفحش يعني مش فحش بس لا تجاوز الحد في الفحش الخطر بقى أنه إيه؟ أنه ده ما بقاش عند الناس بقى اللي هما في المستويات الاجتماعية الدنيا أو المهن البسيطة أو المش متعلمين يعني البذائقة تقارين الطبعات الاجتماعية الأقل أو الغير متعلمين لأنه إحنا عشنا حياتنا وسط ناس مش متعلمين يا دكتور محمد يعني إحنا في قرانا وريفنا وأنا يعني موليد 65 يعني أنا أقدر أكلم عن الريف يعني وأنا 56 أنا مقلوب وما كنتش بشوف الأفاظ دي لا في قريةنا ولا بين أهالينا ولا بين ناسنا وكمان بيننا وإحنا بنلعب كرة في الشارع وإحنا بنلعب في المدرسة ولو حد قال كلمة كانت تبقى مستنكرة ومستهجنة بالضبط ولا وكمان يعني ده بتبقى لعبة يعني فضيعة وهي كلمة بمقاييس الأيام دي يعني كلمة نبيلة يعني بالضبط فما كانش مش مش فكرة الظاهرة لا ما كانش موجودة أصلا فإحنا ما بنقولش إن إحنا بقى يعني طبع متواصل أو كان بقى التصريب السحر أو كان بقى السفلة القوم زي ما كانوا يقولوا عليهم مثلا الناس المتربوش يعني المتربوش الشخصات الجانحين يعني فإنما دلوقتي أنت بتشوف شخصيات ببذل وجرفتات وبعدين مكلمتنا مع بعض كتابتنا وتعليقاتنا أرأنا تعليقاتنا على بعض لا مش معقول بقيت حاجة لو تبعت أي بوست نازل في أي حاجة إن شاء الله حتى في الطبيق هتلاقي فيه ناس مقدسة الكلام وفي ناس دخلة بسبب ولعن يعقب عليه أي قانون صحيح بس مجاني يعني لعن وشتاء مجانية يعني